رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بجهود لجنة 6 زائد 6 المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وتهدف اللجنة لإعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية كما ثمنت مصر استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة وتشجيع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الإطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحيتهما في اتفاق الصخيرات بما يهدف إلى استفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقتنا في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق